متابعي قناة InfoTig4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هتكلم عن إصدار جديد ومهم من OpenAI تم الأعلان عنه وهو GPT 4.1 النموذج ده تم إطلاقه مؤخرا من خلال الAPI وهو موجه للمطورين بشكل أساسي ومن المفترض ان هو هيكون طفرة في الأداء وكمان في التكلفة خصوصا في مهام البرمجة وقدرته على فهم التعليمات الإصدار 4.1 هو طبعا من عائلة GPT وبيجيب ثلاث نسخ GPT 4.1 ده النورمل العادي وفيه 4.1 ميني وفيه 4.1 نانو كل هذه النسخ بتدعم سياق بيوصل لحد مليون توكن لكن الملاحظة المهمة اللي لازم نقف عندها انها محدثة لحد يونيو 2024 وده بيكون عائق في مهام البرمجة اللي بتعتمد على المكتبات الحديثة الجديد في الأداء ان هو وطبعا زي ما بتقول OpenAI يعني المفروض ان التجربة هي خير دليل زي ما بقول لكم ولكن احنا بنقول الكلام اللي OpenAI بتقوله ان 4.1 أسرع من GPT 4.0 بنسبة 50% وأرخص بنسبة 83% وبيتفوق عليه في حل مشاكل البرمجة تقليل الأخطاء والالتزام بالتعليمات تعتبر نسخ اثنين وتحديدا الاختيار المثالي لو كنت بتدور على السرعة والكفاءة بسعر منخفض OpenAI قدمت اختبارات داخلية والله أعلم بقى يعني هل الاختبارات دي دقيقة ولا لأ ولكن لو احنا بصينا على رسوم الأداء ولما نقارن 4.1 بنمازك تانية زي Gemini 2.5 Pro أو DeepSeq R1 هلا ان GPT 4.1 ممتاز لكن مش دايما الأفضل Gemini 2.5 بيتفوق بحالات معينة لو كان السياق يعني أقل من 200 ألف توكن لكن لو السياق زاد عن كده مفروض ان 4.1 بيتفوق بالنسبة لأداء GPT 4.1 في البرمجة أظهر تفوق في حل مهام برمجية معقدة بناء واجهات front end تقليل الأخطاء في تعديلات الكود مفروض ان هو بيتبع التنسيقات الخاصة بجت بشكل دقيق وحقق 55% في اختبار SU Python Penchmark وده رقم أعلى من GPT 4.0 وأقرب لنمازك زي Amazon Q بالنسبة للتحسينات في فهم التعليمات فالمفترض ان هو عنده قدرة كبيرة جدا على فهم التعليمات الطويلة والمعقدة ومتابعة الأوامر من خلال المحاسات المتعددة المفروض ان في محاسات او تعديلات انت بتبتدي ان انت تطلبها المفروض ان هو بيتابع هذه الأوامر وبيقدر ننفذها بشكل دقيق ومش بيتجاهل اي تعليمات سلبية في نقطة مهمة في بقى سؤال هنا هل هو يقدر يسترجع المعلومات بدقة من سياق طويل بالشكل ده الاختبارات بتاعة OPENI بتقول انه بيتفوق على GPT 4.0 لكن بيتراجع أمام نمازج الريزونينج زي GPT 4.5 أو O1 لما الأسئلة تكتر داخل نفس السياق أما في اختبار الصور والفيديوهات كمالتي موديل حصل GPT 4.1 على 75% في الMMU و72% في الفيديوهات الطويلة بدون ترجمة وده بيخليه قريب من لامافور على الرغم ان انا شايف عندي لامافور يعني الكفاء بتاعته احنا شفنا مع بعض من خلال تجربته على القناة أهم نقطة القوة الموجودة فيه المفترض هي السعر GPT 4.1 أرخص من GPT 4.0 25% لكن هو أغلى طبعاً لو جينا نقرنه بديب سيك أو بعض نسخ جيميناي لو كانت المهام محدودة في عدد التوكنز يعني طبعاً احنا عارفين ان التوكن هو بيدعم لحد مليون فلو كان التوكنز قليلة فبالتالي هنا احنا هنلاقيه غالي مقارنة بالديب سيك وبعض النسخ زي ما قلت لك زي جيميناي حايزين نقول بقى هل هو يستحق ولا لأ ده الكلام ده اللي يقولهن المطورين يعني المطور اللي حيجرب GPT 4.1 من خلال الABI زي ما قلت لكم طبعاً انت علشان تخش تجربه في البلاي جراوند هو بيقولك لازم لازم تحط payment method علشان تقدر انت تجربه علشان طبعاً فيه تكلفة في ال input والoutput فبالتالي هنا انت حتدفع علشان تجربه اولاً الاداء بتاعه المفروض عالي التكلفة منخفضة زي ما بيقوله وبيدعم السياق الطويل ودقيق في تنفيذ التعليمات لو انت عايز بنموذج في logical thinking و reasoning انت في الحالة دي بتروح بقى النمازج تانية حتكون افضل في هذه الحالة كان ملاقص سريع عن التحديث الجديد من open AI ياريت لو حتجربه تقول لنا في التعليقات تحت هذا الفيديو وانا بتابع التعليقات اول باول و اتمنى ان شاء الله ان انا اشوف تجربتكم خصوصاً لو انت مطور اشوفهم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info تكفريو زي بقولكم في نهاية كل فيديو منسوش تدعمونا باللايك والشير والكممنت ولو كنت بتشوفنا الاول مرة منساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته